أكدت مصادر في وزارة الصحة أكدت أن أعداد الهيئة التمرضية في مختلف مرافقها من مستشفيات عامة أو تخصصية أو مراكز رعاية أولية كافية ومعضحة أن المعدلات العالمية تشير إلى تخصيص ممرض واحد لكل ثمانية أسرة في حين أن المعدل في مرافق الوزارة ثلاثة ممرضين لكل ثمانية أسرة ما يعطي أفضلية للخدمة التمرضية المحلية مقارنة بالمعدلات العالمية الوزارة أوضحت أن أعداد الهيئة التمرضية في مستشفى مبارك تكفي الحاجة وداعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة والوقوف على الملابسات السليمة لأي من المواضيع التي تخصها ومرضيفة أن الهيئة التمرضية الخاصة بمستشفى جابر موجودة ضمن خطة الوزارة المرحلية لتشغيل المستشفى وتم توزيعها على المستشفيات العامة والتخصصية للتدريب وإكسابهم الخبرة ويتم نقلهم إلى مستشفى جابر حسب مراحل التشغيل وهؤلاء ضمن القوى البشرية لمستشفى جابر وليس للجهات التي يتدربون بها ترجمة نانسي قنقر